ها 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 الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والسلام على عبادين الذين اصطفى لا سيام النبي المشتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستجملين الشرفة وبعد اخوتي الكرام قلنا محل نظر الله جل فعلا القلوب ومقياس الناس عند رب الناس القلوب رفعة المرء تمكين المرء نجاة المرء حتى استفاء المرء دائر على القلب فإن الله جل فعلا يقول ربكم أعلم مما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ولقول الله جل فعلا قال إلا من أتى الله بقلب سليم وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم قال إنما ينظر إلى قلوبكم بأبي هو وأمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمدار الأمر مدار الاستفاء بل مدار النبوة على القلوب لذلك كان النبلاء والرفعاء والحكماء من العلماء يهتمون بأعمال القلوب يهتمون بقلوبهم لا يهتمون بالجوالح مثل ما يهتمون بالقلوب وقلنا بأن القلب هو المحرك الرئيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسدت جسد كله ألا وهي القلب فمدار الاستفاء على القلب الله تعالى تكلم عن الاستفاء استفاء النبوة استفاء العلم استفاء الخلافة استفاء القيادة هذا استفاء يعني أن ترى أحدا نبيا هذا يعني كما قال الإمام الغزالي قال الرسالة أثرة علوية وحظوة ربانية وعطية إلهية لا مدخل لكلام الفلاسفة في هذا الباب أنها مكتسبة بل هيب من الله جنة فعلا واعلم أخي الكريم إن كنت تعلم فهذا الأعظم لك أن تتحرك عن علم وأن كنت لا تعلم فتعلم أن الله جنة فعلا عليم حكيم يضع الشيء في موضعه يضع الشيء في موضعه النبوة يضع في أهلها والعلم يضعه في أهله ويضع أيضا الفجور أو الفسق في أهله الله تعالى لا يضم الناس شيئا وقد قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يضغل ما يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما فمدار الاصطفاء بأن تعلم أن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إذن مدار الآن الاستفاء إن الله يصطفي من الملائكة رسل يحملون الوحي كجبريل عليه السلام ويصطفي من الناس أيضا رسل إلى البشر الرسول الملكي ورسول البشري هي محض استفاء من الله ليس مكتسبة محض هبة من الله فهو استفاء لكن لو محصنا النظر ودققنا يعني على ما يصطفي الله وأيضا ما الذي يعني يسند أو قل ما الذي يكون عند هذا المخلوق ليصطفيه الله ما هي السمات ما هي الصفات ما هي المعالم التي إذا توفرت فيه نقول أن الله اصطفاء نحن نقول هذا الباب مداره على نظر لا للقلب كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى نقاء يلزمه ارتقاء ولذلك أقول هذا الأمر جاء مصرحا به أولا قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسرا ومن الناس إذن النبوة واستفاء مدار الاستفاء على نقاء القلب على طهارة القلب على ما في القلب انظر هنا إن الله يحب من القلوب القلب التقي النقي لا غل ولا حسد ولا يحمل لأحد شيئا فإن الله يحب من القلوب أتقاها وأنقاها وأصلبها يكون قويا في الحق صلبا لا تزعزعه الرياح ولا الباطل ولا تغره الفتن ولا الشبهات ولا الشهوات وإن مر وثقت يقوم سريعا بسرعة التوبة والفيئة لربه ولسان حاله دائما يقول وعجلت إليك رب طب أصلبها وأنقاها نقي جدا ما يحمل لأحد ضغين ولا حقد ولا حسد ولا شيء نقي صفي فيه صفاء وفيه نقاء وأيضا يكون قلبا صادقا قلبا صادقا انظر إلى إلى كيفية الاستفاء قال ابن مسعود كان في الدرمية وفي غيري بسند صحيح وأيضا خرج عحمد في المسند قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد في رواة في الدرمية قال فوجد أصفاها وأنقاها وأطقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسي فابتعثاه برسلته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد يعني أصفاها وأنقاها وأطقاها كما جاءت في الرواة فجعلهم أزراء نبي يقاتلون على دينه وهذا حديثنا خرجوا أحمد إذن مدار الاصطفاء مدار النبوة إن أردت النبوة فالنبوة غير مكتسب ولذلك قال الكافرون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته فإن الله يجعل الشيء في موضعه الصحيح لأن الله عليم حكيم لذلك إياك ثم إياك أن تتجرع على نبي أو تقول بأن هناك يعني كان ممكن يكون في زمانه أفضل منه هذا كفر مستقيم أنت مثلها أن تأتي إلى الوكيل أن تأتي إلى العالم وتقضح فيه أو تنتقص منه أو تسقطه وأنت تعلم أن الله علمه وأن الله أودع في قلبه العلم إن الله عليم حكيم والعلم يأتي إلى محل قابل طاهر هذا الأصل وإلا فإن الله جل في علاه عليم حكيم إذن مدار النبوة على نقاء القلوب سعادة المرء منوطة بنقاء القلوب بنقاء القلب وصفائه واستفاء حتى الصحبة ولأن الصحبة شرف ليس بعدها شرف ولأن الصحابة أن الله تعالى قد شرفهم بأن زكهم من فوق سبع سوات حيث قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها شف وأهلها وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهذا المقصود بالمؤمنين المؤمنين وأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي آمنة لأمتي ولذلك قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف وهذا أيضا استفاء إذ يبن مسعود قال ثم نظر في قلوب العباد فارد أنقاها وأصفاها وأتقاها قلوب أصحابي فاستفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه هؤلاء نصر الله بهم الدين فالصحبة كانت أيضا استفاء كما كانت النبوة استفاءا فإن الصحبة أيضا استفاءا بل والخلافة استفاءا أيضا فإن الله قد استفى أبا بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلال على هذا الاستفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوني بكتاب أكتب لكم يعني اكتبوا لاستخلاف أبي بكر لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر شوف التصريح هنا هذا لون تصريح هذا ليس التعريد هذا لون تصريح قال ائتوني بكتاب أكتب لكم لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تأتوني بكتاب يأبى الله ويأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر انظر إلى الاستفاء مادة استفاء للخلافة الله جعل الخلافة التي هي على منهاج النبوة مادة استفاء سنبين نحن في الحلقات الأخيرة إن شاء الله بضدها تتباني الأشياء إذا أراد الله خزنان عبد وإذا أراد هلاكه سود قلبه ويكون هنا الله جعل إختاره للفجور والفسخ وللطغيان بقلبه كما سيأت إن شاء الله النوعيات التي بضدها تتباني الأشياء حتى في الخلافة الرشدة التي هي على منهاج النبوة لأنه قد يكون أيضاً هناك ممن يقع في الظلمات ممن يقع في المظالم ممن يقع في الشركيات ويكونوا على الناس هل دا استفاء؟ نقول اختاره الله الذي فعله ليعذبه ليغزله ليقرعه ليوبخه وأيضاً مدار العقاب هذا على القلوب مدار العقاب هذا إذن الصحبة تستفاء وأيضاً الخلافة على منهاج النبوة استفاء كما سيأتي ويأتي أيضاً بعدها حتى طالب العلم إن أراد العلم فاعلم أخي الطالب إنه استفاء مع أن هذا فيه نوع اكتساب يعني دا يخالف النبوة فيه نوع اكتساب والاكتساب هنا هو أن يسير على منهاج النبوة كما سيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى قلوب تطيبت طابت وتطهرت وصادقت فأسمرت لما نظر الله إلى قلب محمد وجده قلباً صافياً نقياً لا غل فيه ولا حسن تقياً صادقاً مخلصاً فاصطفاه لرسالته إن النبوة استفاء الله يصطفي من المائك تروسلاً ومن الناس والحديث بقية في الحلقات القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله كل صفات الحمد كاملة هو المنزه عن نقص وإخلالي لله تشتاق أرواح متيمة لا أبعد الله هذا الشوق عن بالي